موسيقى بحالة من الجدل مستمرة بقالها شهور طويلة من ساعة ما ظهرت دعوات في البرلمان ودعوات على السوشيال ميديا تتعلق كلها بفكرة الزواج التاني برلمانيا فيه تعديلات على قانون الأحوال الشخصية اتقدمت بيها النائبة عبلة الهواري بتكلم فيها عن وضع عقوبات صارمة على الرجل اللي بيتجاوز على امراته من غير ما يعرفها والعقوبة المقترحة ست شهور حبس وغرامة مالية على الزوج والمأزون كمان لو ما اخترش الزوجة الاولى المطالب دي لها شروط لازم تتوفر في الزواج التاني منها مثلا القدرة على العدل ما بين الزوجتين والعدل هنا معناه الانفاق المادي والمعنوي كمان في المقابل ظهرت دعوات بتنادي بالزواج التاني والمبررات كتيرة منها مثلا ارتفاع معدلات تأخر سن الزواج في المجتمع ومنها رغبة الرجل في التغيير المستمر عشان كده ظهرت دعوات زي جوزي جوزك واللي بتطالب بيها بعض السيدات ان الست تجوز جوزها بنفسها بدل مايروحي تجوز واحدة من بره اذا السؤال هل الست تقدر تتحمل وجود زوجة تانية في حياة زوجها وهل فعلا الست في مجتمعنا ممكن تغفر لجوزها نزواته لكن ابدا عمرها ما تغفر له جوازه عليها هنتظر مشاركتكم معايا على التليفون من خلال الارقام المبينة على الشاشة وكمان هنتظر رأيكم على صفحة البرنامج على الفيسبوك على سؤال الحلقة وهو هل الرجل اللي بيتجوز على امراته يعتبر خين هعرض اراءكم على مدار الحلقة وبعد الفاصل يبدأ النقاش واستقبل ضيوفي خليكم معنا اوه وتروحوا في اي حتة اشتركوا في القناة